أخي أحمد عوض بنبارد وزن خارجية اليمن تواصلنا مستمر ولكن كل زيارة عندها لحطة بخاص وعندها كل قابلنا هو مهم مهم أولاً للتذكير بالعلاقات التاريخية القوية بين بلدينا مهم أيضاً لتأكيد المواقف تابتة واضحة لجلالة المالك من ما يمر به اليمن العزيز علينا المغرب يجدد دعمه لوحدة اليمن وسياته المغرب مواقفه واضحة في دعم المجلس القيادة الرئاسي في اليمن وأمر دائماً في أن يكون المجلس الرئاسي هو القاطرة التي تجلب الاستقرار إلى اليمن المغرب كان دائماً يشدد على المخاطر التي تشكلها الجماعات المسلحة اليمنية الغير الشرعية والتي تشتغل بأجندات دول أجنبية المغرب كان دائماً ضد التدخلات الخارجية للأزمة اليمنية وكل داعم لجماعة الحوتين يدعم عدم الاستقرار في اليمن ويدعم عدم الاستقرار في المنطقة ككل والمغرب كانت مواقف واضحة في هذا الشهر المغرب كذلك يلي للجانب الإنساني في الأزمة اليمنية يهتمام بالغ ويدعو دائماً إلى أن يكون هناك تعبئة عربية ودولية لمواجهة الوضع الإنساني المتأزم الذي يمر منه اليمن الشرقيق والذي يقدم عالجة سياسية شاملة ونهائية لجذور الأزمة حتى يتمكن اليمن من استعادة أمنه واستقراره على المستوى الثنائي منذ الزيارة التي قام بها أخي أحمد إلى المغرب في أكتوبر 2022 حققنا تطور كبير سواء فيما يخص سهيل قدوم وإقامة الطلب اليمنيين في المغرب وقد نرفعنا حصة المنح التي يقدمها المغرب إلى المئة منحة للطلب اليمنيين وقد قمنا بتوفير كل سهيلات الإدارية ليكون مقامهم بين إخوانات المغرب يكون في أحسن الظروف وكان الشغل الآن على تحييل الإطار القانوني ليكون كذلك رافعة لعلاقات تنائية قوية كتعكس العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين مرة أخرى أخي أحمد يمكنكم دائما تعتمد على المغرب في تعليمات جلالة الملك محمد السادس وضحة في دعم استقرار يمان، في دعم وحدة يمان، في دعم سيادة يمان وفي دعم المجلس الانتقالي كسلطة شرعية وحيدة في اليمن ورفض كل التدخلات الخارجية وكل منها تلعب باستقرار اليمن وبوحدته مرة أخرى أخرى ترجمة نانسي قنقر